دعا البيان الختمي لمؤتمر برلين 2 إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير ولإصلاح قطاع الأمن وأكد البيان أهمية اتخاذ خطوات جدة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي بإجراء الانتخابات العامة في موعدها نهاية هذا العام وقد تحفظت تركيا على الفقرة المتعلقة بانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بمشاركة دولية واسعة انعقد مؤتمر برلين 2 بشأن الأزمة في ليبيا اتفقت الأطراف المشاركة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لليبيا من أجل نجاح المرحلة الانتقالية والمرور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار مرحلة يرى المشاركون أن الوصول إليها لن يكون دون تنظيم الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة انسحاب يقول وزير الخارجية الألماني إن الأطراف اتفقت على أن يكون بشكل تدريجي ومتناسب حققنا تقدما فيما يخص مسألة إخراج المرتزقة من البلاد رحيل المرتزقة سيتم بشكل تدريجي نريد أن يتم صحب المرتزقة بشكل كامل كما نأمل أن تتم عملية صحب المرتزقة بشكل متوازن ومتواصل ودون طباطق ملف توحيد المؤسسات الليبية أخذ حيزا من مباحثات المؤتمر وهو أمر أكدت عليه الحكومة الليبية خاصة توحيد المؤسسة العسكرية بات من الضروري وضع آليات وليس أفكار جوفاء على الورق ذلك عبر إجراءات ملموسة من أجل توحيد القوات الأمنية وإخراج الميليشيات وتأمين الحدود وتوحيد المصرف المركزي لدينا مسؤولية من أجل تطبيق هذه الآليات وتنفيذها على أرض الواقع المصالحة الليبية واحد من الملفات الهامة التي تواجه حكومة الوحدة الليبية بينما تؤكد الأمم المتحدة على دعم هذا الإجراء إن هذه الجهود مهمة لتحقيق السلام المستدام وتتطلع الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي إلى دعم تنفيذ عملية المصالحة وتحقيق العدالة الانتقالية بقيادة الليبية ورغم التأخر الذي حصل في تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الأول فإن النسخة الثانية للمؤتمر أخذت زخما دوليا واسعا زخم يؤكد حسب البعض إصرار الأطراف المشاركة على المضي قدما في حل الأزمة الليبية سياسيا وفق مخرجات الحوار السياسي ومبادرة حكومة الوحدة الوطنية وخلال افتتاح أعمال المؤتمر طالب رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميدة بيبة بانسحاب كامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بشرنا ولله الحمد في تحضير خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات وننتظر صدور قانون الانتخابات المرتقب لتنفيذها ومساعدتكم في البدء بالتعاون من أجل سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية وتطبيق قرارات مجلس الأمن خصوصا للقرار 25-70 وـ 25-71 وتظل هذه الخطة أيضا في حاجة إلى ميزانية وآليات ومعدات كما ينطبق هذا على كل الخطوات الضرورية لتجاوز هذه المحلة ومعنا من جناف أستاذ علاقات الدولية في جامعة جناف دكتور حسني عبيدي أهلا بك دكتور عبيدي عبر اسكا نيوز عربية أهمية نجاح هذا المؤتمر إن كان في شكل أو حتى في المضمون شبه هذا التحفظ كل المرجعيات الدولية ووزراء الخارجية أكدوا على أهمية سحب القوات الدولية والمرتزقة إلى أين يتجه وعد الرئيس التركي أمام الرئيس الفرنسي مع هذا التحفظ التركي اليوم صحيح أن هناك شبه إجماع من قبل المجتمع الدولي على تنفيذ قارات الأممية كذلك قارات برلين واحد ومخرجات العديد من المؤتمرات والتعهدات الخاصة بسحب القوات الأجنبية التحفظ التركي كما تعلم مفاده بأن تركيا هي أصلا متحفظة على كلمة قوات أجنبية وعلى مرتزقة وتعتبر بأن الوجود التركي هو وجود مشارعا من قبل الحكومة السابقة في نفس الوقت في الكواليس كانت هناك حدثات مهمة وجيدة خاصة بقضية كيف يمكن وضع جدول زمني للانسحاب هذا الانسحاب سيكون تدريجي فنعم أتفق معك بأن هناك موقف خارج عن السرب وهو الموقف التركي في نفس الوقت هناك تعهدات تركية وضمنات ولنقول ضغط ودي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في الأسباع المقبلة حول تركيا من أجل أن يكون هناك استعداد من قبل تركيا ومن قبل روسيا باعتبار أن تركيا تنتظر بأن تكون الخطوة الأولى من قبل روسيا ولكن خلف كواليس ما حصل اليوم الموقف التركي أليبقي القادة الدوليين على حذر شديد من إحباط هذه المحاولة وتعطيل الانتخابات تنظيم الانتخابات في موعدها في نهاية مصلحة الجميع بما فيها أصلا تركيا لكن كما تعلم تركيا تريد ضمنات سياسية وضمنات اقتصادية مثلها مثل دول أخرى ومنها كذلك روسيا التي عبرت بذلك صراحة حتى وإنها تنعي بنفسها عن قوات فاغنر لكن دعني أقول لك بأن هناك تخوفات حتى من بعض الأصوات الليبية التي سمعناها في منتدى الحوار هنا في جونيف وكذلك في برلين وتقول بأن في النهاية هشاشة المؤسسة العسكرية في الغرب وحتى كذلك في الشرق وكذلك تكاثف عدد المجموعات المسلحة سواء كانت محلية أو أجنبية يجعل من عملية تأمين العملية الانتخابية صعب جدا ولذلك هناك رغبة في الإسراع بتأسيس مؤسسة عسكرية وطنية جامعة ليبية يكون شرط لانسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات التركية والقوات القريبة من روسيا بالإضافة إلى الميليشيات الأخرى لكن في ظرف قصير جدا ظرف ستة أشهر لا تتوفر فيه الحكومة أصلا على ميزانية من أجل المضيق قدما في هذه المؤسسة العسكرية من الصعب جدا أولا الاحتفاظ بموعد 24 ديسمبر هذه الصعوبة دكتور عبيدي هل تتلاشى كل ملامح المستقبل الأفضل مع هذه المصالح الدولية والمصلحة التركية المعلنة جهارا لا الوجه ليس قاتما بالعكس هناك تطورات منذ فترة أولا وقف إطلاق النار محافظ عليه من قبل أولا الليبيين مجموعة خمسة زائد خمسة والتي تضم عسكري من الشرق ومن الغرب هناك كذلك هناك التزام جديد من قبل الولايات المتحدة ومن قبل أنطوني بلونكين وهناك رغبة خاصة في أن تتحاول الأطراف بدون حوار فرنسي تركي وبدون حوار تركي كذلك روسي من الصعب الوصول إلى هذا الانسحاب الذي لا بد أن يكون تدريجي وأن يكون منظما حتى لا تنهار العملية الأمنية برمدية ولكن تحدثت عن الإمكانات وعن المصالح والمطامع عن دور الفرنسي عن دور الروسي دكتور عبيدي أن يبطل ذلك هذا الإجماع الذي تبعناه اليوم في جناف 2 صحيح، هذا كلام صحيح لأن في النهاية كل أطراف لا تثق في هذه الحكومة وتعتبرها في النهاية حكومة تصريف أعمال وحكومة محدودة الصلاحيات وأنه يجب انتظار ماذا سينبثق عن الانتخابات المقبلة ما هي طبيعة الحكومة المقبلة الأطراف الإقليمية لنقولها بصراحة تريد أن تؤثر حتى على العملية الانتخابية والمشاركة عن قريبة أو بعد في العملية الانتخابية لأنها لا تريد في النهاية أن يكون الفائز المقبل والذي فعلا سيقود ليبيا تشريعين وتنفيذين ضد مصالحها وهذه نقطة أساسية لا تستطيع لا الأمم المتحدة ولا كذلك منتدى برلين أن يحلوا لا بد فعلا أن يكون هناك وعي داخل الليبيين بضرورة أن يكون البناء على أيدي الليبيين فقط حصول الحرب البوكالة أو استحالة إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة ماذا يحمل أنقرة وأردوغان عن المستوى الدولي الأوروبي والأمريكي كان في حديث حول قضية الضغط على بعض الأطراف الإقليمية التي هي تعتبر عامل معثر وعامل وعط العملية السياسية وحتى العملية العسكرية بعقوبات اقتصادية لكن للأسف مخرجات برلين لم تأتي لا على الجدول المنظم يعني أن يكون هناك توقيت سقف زمني محدد لانسحاب فقط ضمنات أعطيت لسيدة عبد الحميد بيبة وأعطيت لسيدة السيدة المنقوش وكذلك لهايكو ماس ونقطة ثانية كانت كان الحديث كانت مسودة البيان أحد مسودة البيان تتحدث على عقوبات حسب قرار مجلس الأمن على كل الأجسام والشخصيات التي تعيق العملية السياسية الانتخابية بما فيها عدم احترام حظر على الأسلحة وكذلك خروج القوات الأجنبية لكن قيل بأن في نهاية هذا الشرط سيكون شرط يعني صعب وكذلك سيشكل ربما إعادة الأزمة الليبية إلى مربعها الأول وبالتالي تم للأسف التنازل عن هذا الشرط ولكن الخطط التركية لإبقاء المقاتلين ألن تنسف هذا الاتفاق ألن تنسف أيضا هذه الإيجابية اليوم في جناف وتعيد ليبيا إلى المربع الأول وهذا الاحتمال الأكثر خطورة مما فهمنا اليوم من ليبيا من الحكومة الليبية في برلين أنها تلقت تطمينات بأن يكون هناك سحب تدريجي ليس للقوات ما تسمى لأن تركيا اعترضت تقنيا على تصنيف كل التواجد التركي تحت مسمى واحد وهو قوات أجنبية المرتزقة والعديد من المقاتلين الأجانب بما فيهم سوريين وربما جنسيات أخرى الذين هم يخضعون لمراقبة تركية من السهل أو أبدت تركيا تعاونا من أجل سحبهم لكن تبقى دائما قضية ما تسميهم تركيا بالمستشارين العسكريين أو الخبراء هذه ما زالت عالقة والنقطة الثانية أن تركيا تشترد كذلك أن يتم سحب قوات أخرى من دول أخرى سواء من السودان أو بوتشاد أو فاغنر موجودة في المنطقة الشرقية أشكرك جزيل الشكر كنت معنا مباشرة من جناب أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جناب دكتور حسني عبيدي من جديد شكرا جزيلا لك شكرا لك